هروح لملف تاني واختم به فقر الترند الترند هو ملف التحكيم مبالح خبر مهم جدا لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي اختارت اللستة المبدئية دي القائمة المبدئية المرشحة لإدارة مباريات كأس الأمم الافريقية في القدفور أولا القائمة ضمت حوالي 6 حكام مصريين كم من المتوقع ان الستة دول يبقوا 7 او 8 وانا قلت قبل كده في حلقات في برامج الترند ان قائمة حكام كأس الأمم في مصر من مصر يعني مش هتقل عن 6 ومش هتزيد عن 8 امبارح القائمة رسميا 6 اتحاد القرى حتى أعلن امبارح أسماء الحكام ضمت 6 حكام أمين عمر محمود البنة محمد معروف حكام ساحة أحمد حسام طه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال حكام مساعدين وعلى تقنية الفيديو الكابتن محمود عشور انا قدت منتظر اتنين كمان وبعض الناس كانت قالتلي انه ممكن وارج جدا يكون موجود عمر الشناوي ومحمد عادل ولكن في نقطة مهمة جدا عايز أقولها في الجزئية دي عشان بعض الناس ممكن تفتكر ان محمد عادل خرج من كاس الأمم او مش في اللستة فبالتالي هو خرج بره البطولة لا ليه لسه فيه معسكر لحكام تقنية الفيديو فقط المعسكر ده وارج جدا تلاقي فيه عمر الشناوي ومحمد عادل او ممكن تلاقي فيه محمد عادل بس وبالتالي لسه فيه كلام على مسألة ان ممكن حكامنا ان شاء الله في كاس الأمم ممكن يزيد العدد عن 6 وده شيء رائع جدا نتمنى الخير يا رب للتحكيم المصر والعدد يزيد عن 6 يبقى 7 يبقى 8 دي حاجة هتبقى مشرفة جدا للتحكيم المصر معسكر الحكام على فكرة هيتعمل فيه أبيجان في كودفوار في الفترة من 10 الى 16 اكتوبر الناس تقولي تاب ليه في الفترة دي ليه بقى لان بعد المعسكر ده ما يخلص بعد المعسكر ده ما يخلص من 16 عشرة فيه مجموعة من الحكام دي مش الحكام اللي انا قلت اسمه الحكام المصريي لا فيه حكام أفرقة هم اللي هيديروا مباريات السوبر ليج في حلقة تانية هنفرض مع حضراتكم بأسماء حكام السوبر ليج لان حكام السوبر ليج هيكونوا من قرّة إفريقيا كان فيه كلام بيتقال ان ممكن حكام السوبر ليج يجي من أوروبا لا في الحلقات اللي جاية عندي مفاجآت بفكرة مين الحكام اللي هيدير مباريات السوبر ليج خلال الفترة الجاية ولكن عشان وقت الحلقة والموضوعات اللي عندنا نسيب الانفراد ده لحلقة تانية خلال الفترة اللي جاية أخيراً وليس أخيراً مبارح اتحاد القرى أعلن بشكل رسمي تشكيل لجنة الحكام الرئيسي وإحنا الحمد لله إزا ما قلت لحضراتكم في عرض لحديثي عن موضوعات كتيرة إحنا مش من الوقت اللي إحنا نجي في فيديوهات ونقول لحشوف إحنا وقلنا إيه وشوفوا كلامنا طلع صح وإحنا الحمد لله عندنا السبق في العديد من الملفات ولكن يا جماعة بصوا إحنا لما تكلمنا على تشكيل لجنة الحكام كان عندنا كده فيها كزا تركاية ووجهنا النصيحة لاتحاد القرى سمعوا أهلاً وسهلاً ما سمعوش بقرارهم ولكن لما المسلم يبدأ لو لقينا إن التشكيل ده لا يليق بالدوري وبطلبات الأهل لتطوير المنظومة ساعتها هنقول لكم إحنا وقتها كان شكنا في إيه واللجنة أو الاتحاد ما سمعش كلامنا واضطر أنه هو يعلن التشكيل بنفس الشكل اللي جاننا وقت ما قلنا الأسماء دي من حوالي عشر أيام تشكيل اللجنة قدامكم إحنا قلنا فيتر بيريرا رئيس لجنة محمد فاروق نائب رئيس لجنة أعضاء اللجنة قلنا حمد القاضي مجدي رزق وفي محمد فارق سعيد عبدالغفار دول طبعاً من قرة الصلاة وقل صباغ الحكم المساعد موجود كمان في عضو اللجنة ولكن كان انفراض برنامج الترند اللي احنا قلنا فيه وجوه جديدة في التشكيل وقلنا وقتها بالإسم أحمد الجرحي وأحمد ساهر وعند أحمد ساهر اسحب كده عشر خطوط عشرين خط تلاتين خط لقيت لما نشوف إلا يحصل الفترة اللي جاء لين احنا قلنا لاتحاد القرى نصيحة ما ينفعش يبقى عندك عضو لجنة لقريب من الدرجة الأولى بيعمل في أحد الأندية المتواجدة في الدوري خاصة إن الأعضاء دول هيكلهم دور في التعيينات فإحنا وصلنا الرسالة بكل احترام ولكن اللجنة أو اتحاد القرى كان لي وجهة نظر تاني الحاجة التانية اللي قلتها وقتها أنا بتكلم على الأعضاء اللي أسمعهم على الشاشة كابتن حمد القاضي كان مساعد مجد رزق كان مساعد أحمد ساهر كان مساعد أحمد الجرح كان مساعد كابتن والد صباق كان مساعد سعيد عبدالغفار ومحمد فرق دول هيشتغلوا على كرة الصلاة ولكن الأسماء اللي قلتها كلها حكام مساعدين فهل يليق كنحية فنية أنا شبكلم عنهم كأشخاص وما كلهم الناس محترمة جدا بنعتز بيهم أكيد ولكن أنا بتكلم عن نحية الفنية هل ينفع إن الحكام اللي هيحضروا من اللجنة للحكام اللي موجودين في مباراة الدوري كلهم يكونوا حكام مساعدين يعني الأسمي دي كلها تحاضر في معسكر الحكام المساعدين ولكن حكام النغبة حكام الساحة مين اللي هيحضرهم كابتن أحمد الجرحي ما ينفعش كابتن أحمد ساهر ما ينفعش كابتن حمدي القاضي ما ينفعش يعني كلهم حكام مساعدين تعال بقى على التعليم والتطوير أحمد أبو العيلة محاضر على الورقة مكتوب محاضر بس أنا أقول لكم معلومة رسمية كابتن أحمد أبو العيلة ما زال مديراً للجنة الحكام هكتفي بهذا القدر ومش أقول تفاصيل أكتر من كده لغاية لما نشوف إيه اللي هيحصل فتر جاية نرجع على الورقة بصوا التعليم والتطوير أحمد أبو العيلة محاضر هو راجل محاضر ده أكيد احنا ما اختلفناش على ده ويبقى ليه دور في المحاضرات ده وارد طبعاً مهم جداً ولكن وانت بتعرض التشكيل كده ما قالكش مين مدير لجنة الحكام أنا بقول بقى للناس إنه مدير اللجنة الكابتن أحمد أبو العيلة وفي نقطة مهمة جداً كان قالها الكابتن توفيس سيد بعد ما مشي قال كان سبب كوارس كتيرة جداً في لجنة الحكام بغض النظر عن دور توفيس سيد في فترة اللي فاتت يعني أو غلاص خرج فمش هتكلم عنه تاني ولكن توفيس سيد قال بعض متلسانه سبب كوارس التحكيم ولجنة الحكام في الفترة الأخيرة كان الكابتن أحمد أبو العيلة ولكن يبقى الكابتن أحمد أبو العيلة حتى الآن ما زال في لجنة الحكام بتجيلي تلفونات كتيرة والكابتن محمد فاروق تشرفت إنه بمكالمة معاه الإسبوع اللي فات كلمني وشرح لبعض الأمور الخاصة في لجنة الحكام ومش هقوله وعدني ولكن قال لي إن في بعض الأسماء اللي اطرحت واللي وصلت لي مش هتبقى في اللجنة وفعلاً طلع كلامه صح وتحديداً كان على أحد حكام الساحة اللي بيعمل حلام في أحد أندية القسم الثاني وطلع فعلاً كلامه صح ومش موجود في تشكيل اللجنة ولكن عند القائمة الدولية مستنى هشوف كلام الكابتن محمد فاروق هل هيتحقق ولا مش هيتحقق حكام أعضاء اللجنة معظمهم مساعدين فالكابتن فاروق قال لي أنا راجل حكام الساحة وهقدر أتكلم مع حكام الساحة وفي المعسكرات هتكلم معه عموماً هنشوف ده شغل فني انتوا قدرى بي ولكن أنا كل اللي أتمنى إن التحكيم المصري يرتقي ويتطور ويكون على قدر الحدث في الفترة اللي جاية